اهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الاهلي خطة احمر اهلا بك فارس اهلا بك وسامة واهلا بجمهور النادي الاهلي اللي بيشوفنا وان شاء الله نقدم حلقة تلقى الرضا بالتأكيد فارس جماهير النادي الاهلي هي دايما رقم واحد في المعادلة بتاع كيان النادي الاهلي على مدار التاريخ جماهير النادي الاهلي هي اللي قادرة امتى تطبطب على اللعبين والجهاز الفني وامتى قادرة انها تاخد باديهم وتعبر بيهم اي محنة وامتى برضو بتكون عندها حالة غضب وبتوصل جهاز او حالة انذار للجهاز الفني واللعبين عشان الكل يبقى عارف ان زيما جماهير النادي الاهلي هي رقم واحد في كيان النادي الاهلي برضو ما بتقبلش غير ان النادي الاهلي يكون رقم واحد في قارة افريقيا بالتأكيد مباراة النهاردة والتعادل مع بطل النيجر الكرسى مش في النتيجة بالتأكيد انت تعادل واحد واحد قادر ان شاء الله تكسب الفريق ده كتير جدا تلاتة اربعة على ملعبك بسهولة ودون عناء يعني لكن الحقيقة التخوف اللي موجود عند جماهير النادي الاهلي هو تخوف مشروع لان استمرار للأداء الغير مقنعة للنادي الاهلي على اخر او تحديدا من بعد امراض نهي الكايزر تشيفز اعتقد فارس من حق الجماهير انها تكون عندها بعض القلق ومن حق اللاعبين او الجهاز الفني ان يوصلهم زي ما به اشهادة بتوصلهم من الجماهير يوصلهم ايضا غضب الجماهير انا اعتقد ان ردود الفعل طول الوقت تقريبا بتكون وصله وجمهور النادي الاهلي قادر على الفرز ودايما هو جمهور عنده الاستشعار عن بعد مبكر ودايما بيكون زي ما هو صبرت ليك في وقت كتير جدا بيكون احيانا برضو نقضه بيكون لازع وقوي في بعض المواقف النهاردة التعادل بشوف ان كان بالامكان افضل مما كان انت ممكن تيجي تقيه الظروف المباراة ان انت كان عندك غيابات اكيد لازم نحطه ده في الاعتبار ولكن كمان الفريق اللي بيلعبك فنيا اعتقد كنت تقدر تخرج بنتيجة الفوز لو كنا ركزنا في بعض التفاصيل اه طبعا حكم المباراة تغادى عن احتساب ركل الجزاء وده لازم نذكره بعيدا عن ان انا اكدت ان انت كنت تقدر تحقق نتيجة ايجابية افضل في المباراة في النهاية انا فيما يتعلق بنتيجة المباراة مش قلقان على الاهلي انا عارف ان احنا هنعدي الدور ده ان شاء الله وفي مباراة العودة هيكون عندك ادوات مختلفة نسبيا وحتقدر تقدم شكل افضل ولكن التفاصيل وانا معني بالتفاصيل طريقة اربعة تلاتة تلاتة يا احمد هي القصة مش متعلقة بالطريقة ولكن في اوقات كتير ممكن نقول الغيابات النهاردة اجبرتك انك انت تلعب بحمدي فتحي وديانجي والسولية ولكن بشوف ان انت دايما عندك حتة بعد التقدم بتدي شوية شعور للمنافس انه هو ممكن يجريك في الجيم او يلعب راس براس معاك او يدخل ندي ليك وانا متعود على شخصية الاهلي ما فيهاش الحتة دي دايما لما بنتقدم بيكون حظوظك في المباراة كبيرة جدا يمكن ده مش حاصل دي نقطة الجهاز الفني محتاج يراجع نفسه فيها دي مرتبطة بشكلك في بداية المباراة وشكلك بعد التقدم بهدف تغييراتك وادوار الملعب والواجبات اللي انت بتكلف بها اللي عيد ودي الحاجات اللي كان مهم جدا يطلع مستر بيتسو مسماني يتكلم فيها بعد المؤتمر الصحفي ويسيب بقى تقنية الفار والتحكيم وركلة الجزائل غير محتسبة للاستوديوهات التحليلية والاعلام قناة النادي الاعلي لكن بالتأكيد الاداء وفيه كمان التغييرات موضوع اهم بقى شخصية النادي الاعلي النادي الاعلي ما ينفعش امام فرق بتكون دون المستوى مع كامل احترامنا لكل الفرق سواء الموسم الماضي في الدوري المحلي او فريق بطل النيجر لكن ما ينفعش يكون فيه تصريح ان انا الهدف بتاعي سجلته فارجع ادافع لا شخصية النادي الاعلي ان انا لما سجل جول اسجل اتنين اسجل تلاتة اسجل اربعة وارد جدا الناس تتكلم عن ارضية الملعب وارضية الملعب مختلفة الى حد ما ولكن منتخب زي منتخب الجزائر على ارضية الملعب دي حتى لو فيه فارق عدد ايام قدم اداء ونتيجة واسكر يعني الموضوع بالنسبة لهم كان فكرة انا نازل بشخصية الجزائر اللي بيعمل 31 مباراة بدون هزيمة انا هو ده النادي الاهلي لما تيجي تطبق بقى على نادي في افريقيا هو ده النادي الاهلي النادي الاهلي اللي انا بلعب خارج ملعبي زي داخل ملعبي النادي الاهلي بيسجل جون لعبته لازم يكون عندها الشراسة والشراها انها تسجل الهدف التاني